اشتركوا في القناة روايتان وردت بسند واحد طريق واحد لا اقل في مستوى معين بطريق واحد كما سنجد الان وهتان الروايتان رويتا في الكتب الحديثية المعتبرة في الكافي الكلين ومن لا يحضره الفقيه للصدوق وتهذيب الاحكام للطوسي هاتان الروايتان تشيران الى هذا المعنى وهو ضرورة الاعتماد على النفس في بناء الحياة الاقتصادية بمعنى ان الانسان ينبغي ان لا يعتمد على الاخرين في بناء حياته الاقتصادية كأن يمد يده مثلا يعني يعتمد على العطاءات التي تعطى من قبل الناس المساهمات التي تعطى من قبل الناس وكذلك وكذلك ينبغي ان لا يعتمد على ما يمكن ان نعبر عنه الان بالدعم الشرعي يعني الحقوق الشرعية من الاخماس والزكوات والكفارات والصدقات العامة العطاءات يمكن ان تكون ناظرة للهبات والهدايا وما الى ذلك والدعم الشرعي ناظر الى العطاءات الشرعية سواء الواجب على الاخرين او المستحبة كالخمس الواجب كالزكاة الواجبة كالكفارة الواجبة مثلا كالنذور مثلا الواجبة وكالصدقات المستحبة ينبغي للانسان ان لا يعتمد على هذه المسائل حتى لو كانت متاحة وممكنة له لاعتبارات معينة يعني ينبغي ان لا يعود نفسه على ذلك وانما ينبغي ان يعمل ويعتمد على نفسه في بناء حياته الاقتصادية اما بالنسبة لعطاءات الناس فهذه اولا انما هي مصادفات وبالتالي اذا الانسان اراد ان يبني حياته وحياة عائلته وحياة المقربين منه اراد ان يطور ان يبدع شيئا كبيرا في الحياة ولا يمكن ان يعتمد على صدف بامور منقطعة قد تكون وقد لا تكون مع ان هذا قد يكون فيه اثقال على الاخرين هذا واحد اثنين بالنسبة الى الدعم الشرعي الدعم الشرعي انما ذكر في الحقيقة في المقام يعني انما شرع لا ليكون شيئا دائما للكساء لا هو شيء مؤقت لحل بعض العقد الاقتصادية التي تحصل في حياة الناس هذا بالنسبة للبناء الاقتصادي لحياة الانسان نعم بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية والنوعية المرتبطة بالدين صح هذا شيء دائم كموضوع الدعوة الى الله سبحانه وتعالى مثلا هذه الامور سخرت لمثل هذا الامر في سبيل الله على نحو دائم اما بالنسبة الى عامة الناس انما هو اجراء مؤقت لحلحلة مجموعة من العقد الوقتية عند الانسان ولا ينبغى ان تكون هذه الامور حلولا دائمية لكل احد او لبعض الناس يمر انسان مثلا بمشكلة من المشاكل كالمديون مثلا كالمحتاج في سفر مثلا انسان مر بأزمة اقتصادية مثلا هذه المسائل انسان غير قادر ابدا على الانتاج والعطاء صح لكبار سنين لعجزين اجرنا الله واياكم مثلا معقول هذا الامر هذا بالنسبة بلحاظ دعم حياة البشر هو اجراء مؤقت يساعد الانسان على تجاوز المشكلة ثم هو يبدأ في الاعتماد على نفسه لبناء حياته الاقتصادية لحظوا هذه الروايات التي اقرأها الان تشير الى هذا الامر الى ضرورة الاعتماد على النفس حتى العظماء عظم البشر الذين كان يمكن ان تأتيهم الهدايا ويمكن ان تأتيهم المناح ويمكن ان تأتيهم الهبات لمقامهم الاعتباري الاجتماعي او السياسي او الديني ما اعتمدوا على مثل ذلك وروايات تبيننا كيف ان الهدايا كانت تأتيهم الهبات كانت تأتيهم ومع ذلك لاحظوا كيف كانوا يصنعون امثال امثال هؤلاء ايضا مقامهم الاعتباري يعطيهم الحق في الاستفادة من الحقوق الشرعية من الدعم الشرعي ولكن مع ذلك ما كانوا يعتمدون على هذا الامر وانما كانوا يعتمدون على انفسهم في بناء حياتهم الاقتصادية الروايات تبين لنا نماذج هنا على رأسها نبينا الاكرم محمد صلى الله عليه وآله امير المؤمنين علي بن ابي طالب سلام الله عليه مثلا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام على نبينا وآله وعليه فضل التحية واسكى التسليم مثلا اسماء مهمة يمكن ان يعتمدوا امثال هؤلاء يمكن ان تأتيهم الهبات والهدايا والمنح وما يلا ذلك لكنهم ما كانوا يعتمدون عليها هؤلاء يمكن ان يجدوا مبررا واضحا للاعتماد على الحقوق الشرعية على الدعم الشرعي لكنهم ما كانوا يقبلون بهذا المبرر وما كانوا يعتمدون على انفسهم في بناء حياتهم الاقتصادية لحظوا الروايات الرواية الاولى وردت في الكافي للكلين فقط ثانية ثانية ايضا وردت في الكافي بنفس السند لكن ثانية وردت ايضا في من لا يحضره الفقيه وفي ايضا تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي الاولى الاولى طبعا في الاثنتين اشكال في يعني في واحد من الرواة على مبنى على مبنى ما يمكن ان يكون فيه اشكال وعلى مبنى اما من اخر يمكن ان يكون الاشكال هذا ايضا منعدمة لاحظوا الرواية الرواية الاولى الشيخ الكليني الثقة الجليل يروي هذه الرواية عن عدة من اصحابنا هو يقول عن عدة من اصحابنا هذه العدة التي يروي عنها الشيخ الكليني فيها بعض الثقات مثلا كعلي بن ابراهيم القمي مجموعة من العلماء الثقات لا اقل فيهم مجموعة من الرواة يروي عنهم الكليني يعبر عنهم بالعدة مجموعة فيهم ثوقات فالعدة في كلام الكليني سواء كانت العدة عن احمد بن حمد بن عيسى الاشعر القمي او كانت عن احمد بن محمد بن خالد البرقي اله احمد بن ابن ابي عبدالله المعروف أو كانت عن سهل ابن زياد الآدمي العدة هنا ما علينا من من إلا بعد العدة كلين يرويه عن عدة من أصحابنا عن الأشعري عن عدة من أصحابنا عن البرقي عن عدة من أصحابنا عن سهل احنا ما علينا لا من الأشعري الآن ولا من البرقي ولا من سهل احنا علينا من العدة هذه العدة فيها ثقات ولهذا إلى هنا الرواية تكون صحيحة بعد قال عن أحمد بن أبي عبدالله أحمد بن أبي عبدالله هو أحمد بن محمد ابن خالد البرقي ثقة جليل أبوه أيضا ثقة جليل محمد بن خالد البرقي طيب عن أحمد بن أبي عبدالله هنا الإشكال عن شريف بن ساذق هذا لم يوثق يعني لم يذكر في كتب الرجال لا بتوثيق ولا بتضعيف لا بقدح ولا بمدح سعكتين عنه لا حد وثق ولا حد ضقف كما أنه أيضا لم يرد في حقه توثيق عام مثلا لم يرد اسمه مثلا مثلا في كتابه مثلا كامل الزيارات بناء على القول بوثاقة جميع رجاله أو تفسير علي بن ابراهيم القم بناء على القول بوثاقة جميع رجاله أو غير ذلك ما عندنا أو أنه مثلا كان من مشايخ الإجازة مثلا بناء على القول بأن هذا العنوان يورث ويولد وثاقة مثلا أو ما إلى ذلك أو ورد في حقه ترضي مثلا بناء على القول أيضا بدلالة ذلك وكاشفيته عن الوثاقة ما عندنا مسكوتنا عنه شريف بن سابق روا عنه أحمد بن أبي عبد الله هو روا عن الفضل بن أبي قرة الشكل عندنا فغير مواثق فلو كان في إشكال في الرواية فسيكون في شريف بن سابق هذا البعض قال رواية مثل أحمد بن محمد بن خالد البرقي هذا الثقة الجليل العالي القدر عن شريف بن سابق هذا إما أن يكون دالا على وثاقة الشريف أو لا أقل على اعتبار رواياته بناء على هذا المبنى تكون الرواية معتبرة طيب فهنا يمكن أن يكون إشكال لكن المورد هذا الذي نتكلم عنه ليس من الأحكام الإلزامية سواء الحرمة من حيث الحرمة أو من حيث مثلا الوجوب حتى يلزم التدقيق في مثل هذا الأمر وإنما هو من قبيل الأحكام الترخيصية وبالتالي قاعدة التسامح في أدلة السنن بأي معنى من معانيها تكون حاكمة هنا في المقام فلا يضر عن الفضل بن أبي قرة لاحظوا هذا مثلا الفضل بن أبي قرة لم يرد في حقه توثيق خاص هذا الرجل بل أحدهم أشار إلى كالغضائري أشار إلى أنه ضعيف لكن الغضائري لا إشكال فيه لكن الكلام من علماء الرجال المخضرمين لكن المشكلة الكتاب الذي موجود الآن بإسمه هذا يشكل في صحة نسبته للغضائر نفسه فلا إشكال في الغضائر بس إشكال في الكتاب لكن الذي يهون الخاطب أن الفضل بن أبي قرة ورد في أسناد تفسير علي بن أبراهيم القمي وعلي بن أبراهيم القمي وثق رواة تفسيره من له تفسير القسم الأول وثق الروات جميعا فهذا توثيق عام عندنا بالنسبة للفضل بن أبي قرة لا إشكال من حيث التوثيق العام يبقى في إشكال في شريف بن سابق لكن قلت المورد هنا يهون الخطب لاحظوا لاحظوا الرواية عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال كان أمير المؤمنين لاحظوا لاحظوا أمير المؤمنين على الجلالة قدره مكانه الاعتبار العظيم اللي كان يمكن أن يعتمد على الحقوق الشرعية على الدعم الشرعية أو يعتمد على الهبات لأن له مقام اجتماعي وسياسي وديني كبير يمكن بسهولة أن يعتمد على مثل هذه الأمور لكن لاحظوا يقول كان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضرب بالمرو يستخرج الأراضين مثلا بالفاس مثلا أو شبه ذلك يستخرج الأراضين يعني يحفر ليزرع الشكل يعني كان يحرث الأرض يستخرج الأراضين يحرثها يعني معنى أنه كان يعمل فلاحا هو يزرع سلام الله عليه ومر علينا في محاضرة أو في حلقة سابقة من هذا البرنامج كيف أن الإمام علي سلام الله عليه زرع وسقا من النواة وسق وقلنا ذاك الوقت الوسق هو ستين صاع يعني مئة وثمانين كيلو الإمام علي سلام الله عليه زرعها وقال مئة ألف عذق يعني مئة ألف نواة زرع الإمام علي سلام الله عليه شلون زرعها كان يضرب بالمرو يعني كان يعمل في الزراعة وهو أمير المؤمنين على جلالة قدره وأعظم من الإمام علي يقول الإمام الصادق عليه السلام وكان رسول الله لاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النواة بفيه ويغرسه يعني كان النبي صلى الله عليه وآله أيضا يشتغل في الفلاحة صور فيطلع من ساعته أو فيطلع من ساعته وإن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من ماله وكد يده يعني يزرع ويبيع يعمل ويبيع يطلع أموال ويعتق بها المماليك الرواية الثانية لاحظوا حتى لا أطل عليكم بنفس السند الذي ذكرته إن أمير المؤمنين عليه السلام قال لاحظوا قال أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام أنك أو إنك نعم العبد لولا أنك لاحظوا لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا لأن كان حاكما ملكا نبيا كان حاكما وكان أيضا يعني كان عند منصب سياسي وكان عند منصب ديني لأنه نبي ورسول مبعث من قبل الله عز وجل وكان بمكان أن يعتمد على هذه الموقعية السياسية والاجتماعية والدينية ليحصل على الأموال من كل جانب لو أراد مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال له وهذا في رسالة لا لأنه مقصر حتى يبين لنا هذه النكتة يجوز له ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول له لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا قال الأمير المؤمن عليه السلام فبكى داود عليه السلام أربعين صباحا فأوحى الله عز وجل إلى الحديد أن لن يعني خاطب الحديد الله سبحانه وتعالى وألنا له الحديد أنلن لعبدي داود فألان الله عز وجل له الحديد طبعا هنا ألان الله عز وجل له الحديد ربما تعني أن الله سبحانه وتعالى كشف له السر سر إلانة الحديد يعني كيف تلين الحديد يمكن لك وهذا بحث يمكن أن نبحثه في هناك في الآية المباركة وألنا له الحديد شنو معنى وألنا له الحديد شاهد فكان يعمل في كل يوم درعة اشتغل في صناعة الدروع فيبيعها بألف درهم الدرع الواحد يبيع بألف درهم لأن كان يعني يعتبر بضاعة يعني مستثنات ذات قيمة عالية في تلك الأزمنة فعمل ثلاثمائة وستين الدرعة فباعها بثلاثمائة وستين ألف لاحظ واستغنى عن بيت المال واستغنى عن بيت المال يعني لم يعتمد على الدعم الشرعي ولم يعتمد أيضا على الدعم الاجتماعي وإنما لفترة استفاد منها في سبيل الدعوة إلى الله طيب لأنه كان متفرغا للدعوة إلى الله مع ذلك الله سبحانه وتعالى قاله ومع ذلك لا بد أن تعمل بيدك حتى تبني حياتك الاقتصادية نحن ينبغي أن نكون هكذا لا نعتمد لا على الدعم الشرعي ولا على الدعم الاجتماعي العطاءات الاجتماعية والعطاءات الشرعية وإنما ينبغي أن نعتمد على أنفسنا في بناء حياتنا الاقتصادية نأتي إن شاء الله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر